بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد إن شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن المعلومات التي أودعها الله في القرآن في كل آية معلومة خاصة بشفاء مرض محدد ولكي نضمن ناقل هذه المعلومات إلى مختلف خلايا الجسم لابد من وسيط وأفضل وسيط لذلك هو الماء والعسل فهذه المواد مباركة وقد أودع الله فيها معلومات خاصة بالشفاء ولكن إذا أثرنا عليها بصوت القرآن فإن المستوى الطاقة فيها ستزيد وستخزن معلومات الشفاء وتنقلها إلى خلايا الجسم بشكل سهل وهذا يزيد من احتمال الشفاء بإذن الله تعالى والله أعلم